أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليوعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي أولوية تحظى بكل الدعم والاهتمام من صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله من أجل تحصين المجتمع وضمان أعلى مستويات الوقاية لجميع أفراده وثمنا سموه تكاتف جهود فرق العمل بين مختلف الجهات الحكومية وكذلك الطواقم الطبية والإدارية في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم مجموعة من فرق العمل في الجهات المعنية بمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه في إمارة دبي بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث قال سمو الشيخ حمدان بن محمد يعكس تكاتف المجتمع ومؤسساته مدى الإدراك الكامل بالمسؤولية الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي ونؤكد على دعم كافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها فرق العمل لمواجهة فيروس كورونا والسيطرة عليه وفقا للبروتوكولات والخطط المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية في الدولة معربا سموه عن دعمه ومساندته لكافة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن